إذن مشاهدين سنلقي نظرة على النتائج المالية لشركة داماك مع نهاية النصف الأول من العام الجاري طبعا الشركة سجلت كما ذكرنا تراجع في أرباحها بنسبة 27% مقارنة نهاية النصف الأول من العام الماضي سجلت فيه الأرباح الصافية مليارين وستمائة وخمسين مليون درهم إماراتي تراجعت بنسبة 27% إلى مليار وتسعمائة واربعين مليون درهم إماراتي ولكنها جاءت أفضل من التوقعات التي أشرت إلى مليار وثمانمائة وعشرين مليون درهم إماراتي ما هي أسباب التراجع تتمثل في انخفاض صافي الإيرادات والتي سجلت تراجعا بنسبة 31% من مليارين وثمانمائة وستين مليون إلى مليار تسعمائة وثمانين مليون وأيضا في المقابل كان هناك ارتفاع في تكاليف التمويل والتي سجلت طبعا ارتفاعا بنسبة 24% بناءا على تراجع الإيرادات الصافية من تسعة ستين مليون وثمانمائة ألف درهم بنسبة 24% ارتفعت إلى ستة وثمانين مليون وستمائة ألف درهم إماراتي الإيرادات الإجمالية مشاهدين أيضا بذلك سجلت تراجعا بنسبة 29% من أربع مليارات سبعمائة وخمسين مليون درهم إماراتي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة 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 مليون درهم إماراتي تتوزع الإيرادات بشكل أكبر في القطاع المحلي بنسبة 89% مقارنة بالدولي تسجل حوالي 11% من الإيرادات الإجمالية تتوزع ما بين عدد من الدول قد يكون أبرزها في لندن وأيضا في دولة لبنان الإيرادات المحلية طبعا سجلت تراجعا إذا ما فصلناها 29% من أربعة مليارات ومائتي مليون درهم إماراتي إلى ثلاثة مليارات درهم أما في القطاع الدولي سجلت تراجعا بنسبة 32% من 530 مليون درهم إلى 359 مليون درهم طبعا نقارن النصفين من العام الجاري بالعام الماضي الأصول ارتفعت بنسبة 13% من 20 مليار وثمانمائة مليون إلى 23 مليار وخمسمائة مليون حقوق المساهمين سجلت ارتفاعا بنسبة 28% من 8 مليار ونصف إلى 10 مليارات 900 مليون أما مشاريع التي ما زالت قيدة تطوير التي سنتحدث عنها بعد قليل ارتفعت بنسبة 28% من 7 مليارات ونصف إلى 9 مليارات ونصف المليار ماذا عن المبيعات في هذه الشركة؟ طبعا في النصف الأول من العام الجاري سجلت الشركة مبيعات تصل إلى 3 مليارات وستمائة مليون وتهدف الشركة إلى رفعها إلى 7 مليارات مع نهاية العام الجاري حجم تسليم الوحدات تم تسليم 494 وحدة في نهاية النصف الأول من العام الجاري وتهدف الشركة الوصول إلى 2700 إلى 3000 وحدة يعني مقارنة العام الكامل بـ 2016 فقط بالنصف الأول يعني هناك هدف كبير للشركة يجب تحقيقه حتى نهاية هذا العام وذلك من خلال مشاريعها التي تقوم بإطلاقها كل فينة والأخرى الشركة أطلقت مشروع آيكون سيتي طبعا والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في عام 2021 البناء يقع على القناة المائية في دبي وتصل قيمة المشروع إلى حوالي 7 مليارات و400 مليون درهم إماراتي والشركة أيضا قامت ببيع المرحلة الأولى بالكامل من فيلال أكويا إماجن وقامت أيضا بإطلاق المبيعات والإعلان عنها للمرحلة الثانية من فيلال أكويا إماجن خلال الفترة الحالية وإطلاقها من الممكن أن يفيد الشركة بالوصول إلى مستهدفها للوصول بمبيعات وتسليم الوحدات ما بين 2700 إلى 3000 وحدة حتى نهاية العام الجاري اشتركوا في القناة